الى الزميل المبدع وليد بن محمد الغامدي واصفا ومعلقا لشوطنا الخامس من اشواط هذا المسالك الكلمي بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى طلب السدادة والتوفيق والنجاح يا رب العالمين في هذا المساء الجميل وفي هذه الانطلاقات الرائعة مع سن الكبار ومع مسافة الثمانية كيلو مترات هناك في هذه اللحظات وقبل بضع دقائق اعلنت انطلاقات الشوط الخامس لفئة الابكار وسن الثنايا المسافة هي الثمانية كيلو مترات نسير بحضراتكم نسير بهذه المتابعة يا من تتابعون من خلف الشاشات وعبر القنوات النقلة لهذه الاحداث الحية والمباشرة بحضراتكم نسير ونتعرف على الاسماء الرائحة وعلى الانطلاقات المميزة البداية ومقدمة الاسماء الأولى نتابع شعار هجن الرئاسة الحاضرة والمنطلقة بالمركز الأول مع انطلاقة وصائف لهجن الرئاسة بقيادة العملاق سعيد بن مبطر بن محمد العامري الذي ينطلق على البداية ويستفتح لنا النداء الأول نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني حيث الانطلاق من قبل التزام هي الحاضرة والقادمة لهجن الشحانية بقيادة وحضور المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يصل ويحضر مع المركز الثاني المركز الثالث هناك الحضور من قبل شعار هجن الشحانية القادمة والحاضرة والمقدمة لنا فزعة بقيادة وحضور الشبل جابر بن سالم بن فاران مع المركز الرابع أو الثالث النقلة إلى المركز الرابع حيث الانطلاقة من قبل التزام لهجن الشحانية الصامل من يتابع ويتقدم فاران بن محمد بن قريع مع المركز الرابع انطلاقة المركز الخامس هناك الحضور والانطلاق من قبل المركز الخامس الغام هي الحاضرة والقادمة لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل يصل ويتواجد مع المركز الخامس نستكمل هذه المسيرة لكي نتابع مع هذه المسافة الطويلة والانطلاقات الرائعة المركز السادس نشر هي الحاضرة والقادمة لهجن الشحانية سالم بن جابر بن فاران الذي يتواجد وهو الذهبي القادم بمتعة هذه الانطلاقة القادم بهذا الحضور المشرف في هذا المساء وفي الايام التي مضت المركز السابع الحضور والانطلاق من قبل النواعس مرحبا بن نواعس القادمة مع المركز السابع لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع يصل ويتواجد مع المركز السابع النقل الى المركز الثامن الحضور والانطلاقة من قبل انطلاقة البراحة لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبدالله العطية يصل مع المركز الثامن المركز التاسع هناك الحضور والانطلاقة من قبل انطلاقة حلوة لهجن الرئاسة بقيادة سعيد بن مبطر بن محمد العامري والمركز العاشر هناك الانطلاقة التواجد من شعار هجن الشحانية مع حضور وتواصل حلا محمد بن خالد بن عبدالله العطية يتقدم ويتواصل ويقدم لنا حلا على المركز العاشر تابعنا وإياكم نتيجة النداء الأول التي أتممناها على مسامعكم مع حضور الأسماء وانطلاقة الشعارات لذلك نعود إلى الصدارة إلى المركز الأول لكي نتابع وصايف على البداية تنطلق على الصدارة الأولى لهجن الرئاسة الأحمر الذي ينطلق الذي يتواصل على البداية يتقدم على المركز الأول مع انطلاقة وصايف لهجن الرئاسة العملاء الذي يتواجد الذي يتقدم الذي يتمركز على البداية سعيد بن مبطر بن محمد العامري على البداية وعلى المركز الأول نتابع وإياكم نشر القادمة الحاضرة والتي غيرت إلى صدارة انطلقت إلى المركز الأول لهجن الشحانية الذي يصل والذي يتابع لنا انطلاقة نشرة هو الذهبي سالم بن جابر بن فاران المر مع المركز الثاني المركز الثالث هناك الانطلاقة والحضور من قبل البراحة لهجن الشحانية في قيادة وحضور هناك المشاغب محمد بن خالد بن عبدالله العطية يصل ويتواجد مع المركز الثالث فزعى على المركز الرابع لهجن الشحانية الذي يتقدم ويصل ويحضر هو شبل جابر بن سالم بن فاران مع المركز الرابع انطلاقة المركز الخامس نتابع وإياكم شعار هجن الشحانية مع انطلاقة وحضور شامة لهجن الشحانية جلالله بن محمد بن عقيل يصل ويتواجد الابرنس قادم الذي يحضر مع المركز الخامس ويتقدم تصل الشعارات الان تغترى بالاسماء من النداء والإداعة نحو المراكز الصحيحة نحو الاتجاه الصحيح نحو البداية وإلى الأمر وإلى انطلاقة المركز الأول المركز الأول ولا زالت وصايف تتقدم على البداية تتقدم على المركز الأول لهجن الرئاسة الذي يحضر ويتواجد يقدم لنا انطلاقة وصايف هناك سعيد بن انضفر بن محمد العامري على البداية وعلى الصدارة الأولى نشر على المركز الثاني لهجن الشحانية سالم بن جابر بن فاران الذي يحضر ويتواجد ولكن تابعوا تابعوا مؤسسة هجن الشحانية القادمة بهذه القوة القادمة بهذا المعترك حيث الوصول من قبل البراحة ووصلت شامة وانطلاقة النوعس بمختلف المضمرين ولكن بنفس الشعار بشعار مؤسسة هجن الشحانية الابرنس حاضر المشاغب قادم الصامل يتواجد ولكن تابعوا تابعوا هذه البطلة التي غيرت من المركز الخامس إلى المركز الأول وهي حلوة القادمة لهجن الرئاسة الحاضر سعيد بن مضفر بن محمد العامري يتواجد وينضلغ مع المركز الأول ومع المركز الثاني كذلك لهجن الرئاسة سعيد بن مضفر بن محمد العامري نتابعوا إياكم من الجانب الأيمن وهذه البطلة التي وصلت وصلت حلوة لهجن الشحانية القادم والحاضر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد ويصل مع المركز الثالث المركز الرابع وصلت لان خطة لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يصل شامهي الحاضر إذن لهجن الشحانية جر الله بن محمد بن عقيل يتواجد لابرنس مع المركز الرابع انطلاقة المركز الخامس هناك القحة وصلت القادمة والحاضر لهجن الرئاسة سعيد بن مضفر بن محمد العامري يتواجد يقدم لنا القحة ويقدم لنا وصايف ويأتي مع انطلاقة حلوة على المركز الأول على المركز الثاني على المركز الثالث المركز الرابع غياهب هي القادمة البراحة هي الواصلة خطة هي القادمة وحلا وفزع والاسماء القوية القادمة في هذا الحضور الواصلة في هذا المحترك سن الثنايا وانطلاقة الكبار انطلاقة هذه الاسماء والشعارات الحاضرة الكيلو متر الاخير الكيلو الخطير اجن الرئاسة على المركز الاول اجن الشحانية على المركز الثاني الرياس ثالثا الرياس رابعا اجن الشحانية تقترب بكل قوة نحو المراكز المتقدمة نحو الحضور الرائع العودة الى البداية العودة الى وصائف وصائف على البداية المركز الثاني نتابع نتابع ود هي الحاضرة والقادمة هناك حلوة على المركز الثالث المركز الرابع شام هي القادمة مع المركز الرابع ولكن نعود نعود إلى الصدار نعود إلى وصايف وإلى حلوة حلوة ووصايف مع انطلاق شعار هجن الرياس ود هي القادمة ود على المركز الثالث لهجن الشحانية الأمتار الأخيرة اللحظات الصعبة ولكن تابعوا انطلاقات وصايف على البداية وصايف أو هنالك حلوة بلداء حلوة بالانطلاق الرائعة حلوة مع انطلاقة حلوة لهجن الرياس والذي حضر هو العملاق سعيد من الضفر من محمد العام المركز الثالث كان الحضور من قبل وصايف لهجن الرياس سعيد من الضفر بن محمد العامري المركز الثالث كانت الانطلاقة من قبل وث التي حضرت مع المركز الثالث المركز الثالث أو المركز الثاني نعم حضرت الغام لهجن الشحانية جر الله بن محمد بن عقيل المركز الرابع هناك الحضور من قبل وصايف وهجن الرياس سعيد بن الضفر بن محمد العامري بالنسبة للمركز الرابع وكان الانطلاق والحضور من قبل شامة لهجن الشحانية جر الله بن محمد بن عقيل المركز الخامس كانت الانطلاقة من قبل وف لهجن الشحانية جر الله بن محمد بن عقيل نعود وإياكم بالتوقيت الزمني ولحظة أصول هذه البطلة حلوة إلى خط النهاية لهجن الرئاسة وللعملاق سعيد بن مدفر بن محمد العاملي مع 10 دقيقة 28 دقيقة 69 جزء من الثانية توقيت صاحبة المركز الأول صاحبة المركز التاني فهي في هذه اللحظات وصائف لهجن الرئاسة والذي حضر سعيد بن مدفر بن محمد العاملي مع 10 دقيقة 29 دقيقة 88 جزء من الثانية المركز الثالث الغام هي التي حضرت وقدمت سوى رائع لهجن الشحانية جر الله بن محمد بن عديل مع عشر دقيقة ثلاثين ثانية ثمانية وثلاثين جزء من الثانية دهاني نوش مبروك على هذا الفوز التواصل يستمر وسعد يوافيكم مع هذه الانطلاقة